أكدت اللجنة الدولية لصليم الأحمر أن العراق ما زال من أكثر البلدان التي لديها مفقودين ومغيبين وقالت أفين ياسين مديرة إعلام اللجنة في إقليم كردستان في مؤتمر صحفية إن اللجنة قامت بتبادل أربعة ألاف ومائتين واثنين وخمسين رسالة بين السجنة في السجون العراقية وذويهم خلال السنة الجارية وأضافت أن قرابة تسعة وعشرين ألف ملف للمفقودين ما زالت مفتوحة في العراق وحول المفقودين في الحرب العراقية الإيرانية أكدت ياسين وجود لجنة مشتركة بين الجانبين وخلال العام الحالي تم إعادة رفات 71 جنديا إيرانيا إلى بلادهم وإعادة رفات أربعة جنود عراقيين من إيران